وكان هذا الفيديو الذي نشاهد جانب منه الآن ونشاهد مشاهدين الكارم ونثمن عود إلى ضيفي لمواصلة هذا الحديث استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وفدا سودانيا من المشاركين في مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية الذي تصديفه مصر وذلك بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج ولواء عباس كامل رئيس المخابرة العامة بالإضافة إلى عدد من ممثلي الأطراف الإقليمية والدولية من بينهم وزير خارجية تشاد وكبار مسؤولي دول الإمارات وقطر وجنوب السودان وألمانيا فضلا عن ممثلي الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة وسفراء فرنسا والمملكة المتحدة والنرويج والاتحاد الأوروبي والسعودية بالقاهرة أوضح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية أن السيد الرئيس آرب خلال اللقاء عن تقدير الاستجابة المشاركين للدعوة المصرية لعقد هذا المؤتمر المهم تحت شعار معن لوقف الحرب أولا أهلا وسهلا قبل أن نسمع كلمة الرئيس السيسي في هذا الجانب دعنا نعلق على المقدمة التي محاولتها هذا التلفزيون المصري يبين هو باختصار خلاص الموضوع بقى واضح نلاحظ الآن هي محاولة يرجع عجلة التاريخ إلى الوراء ما قبل أبريل باختصار كانت هناك رباعية كان هناك اتحاد أفريقي أو الثلاثية يعني عندك الرباعية وعندك الثلاثية وعندك الإيقاد كانت هذه هي الحالة التي يتم فيها على كلنا التاريخ خلال الفترة الماضية الدبماسية السودانية والمواقف التي صدرت من القوات المسلحة تقريبا جمدت كل هذا الوضع ويبدو الكبار خاصة الرباعية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا شعروا بأن الأوراق بدأت تفلت تفلت من أيديهم وربما يتجه السودان شرقا هذا الهاجس الآن الذي يجعل هؤلاء يتسارعون فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون هذه المسارعة التي نراها الآن واضح جدا أن الغرب بشكل عام عنده خوف من أنه إذا لم يتم التحكم في هذه الفسيفساء السودانية من خلال إعادتها إلى ذات المربع القديم لن يستطيع على كل هذه القوى أن تتحكم فالآن الذين سمعت على أقل أسماؤهم تقريبا كلها هي الرباعية حاضرة الاتحاد الأفريقي حاضر الإيقاد على الأقل جزء منه حاضر وما أدري على كله كأني ما سمعت دولة أريتريا حاضرة في هذا اللقاء شادوا والإمارات شادوا الإمارات لاحظ الآن أن تركزت في الجهات التي تعتبر صديقة للماليشيا وكأنما هي محاولة تتويج وإعلان على كل ميلاد جديده لهذه الماليشيا التي انتهت دبلوماسيا انتهت حقوقيا تم تقريبا ملاحقة هذه القوى بشكل كبير وتعمل الكثير من اللجان تقريبا في هذا الاتجاه حتى في الأمم المتحدة فكأنما الآن يراد أنه والله سحب هذا الوضع ومحاولات التنفيذ للأسف الشديد للأسف الشديد تقوم الآن بهذا الدور حقومة مصر التي يفترض أن تكون فعلا التي قبل فترة تقريبا رعت المؤتمر جوان السودان الذي كان يأخذ مسارا خلاف هذا المسار الذي نراه الآن لكنها ما أدري على كل ربما هناك المؤسرات والمغريات كثيرة جدا وتقع أحيانا بعض الدول في مناقضة ربما مع أمنها القومي في محاولة على كل الكسبة المؤقت في بعض المحطات لا